بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ورضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في رحابي سورة نوح عليه السلام ووصلنا إلى قول الله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتة وقد تكلمنا عن شيء من هذه الآية وتوعدنا أنه نكمل إن شاء الله ما تيسر في هذه الحلقة وقلنا أنه المخالف بين أنبتكم ونباتة ولم تأتي إنباتة وقلنا على اعتبار أنه أنبتكم نباتة عجيبا في حيث أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان من لا شيء كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة هنا التفاتة لطيفة أنه نرى أنه بعد هذه الآية في قول الله تعالى ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجة نجد أن هناك جاءت إخراج وهنا جاءت إنبات ربما سائل يسأل فيقول ما الفرق بين الإخراج والإنبات أي أنه قال والله أنبتكم من الأرض نباتة ثم يعيدكم فيها وينبتكم إنباتة ولكنه ماذا قال قال ويخرجكم إخراجة فرب سائل يسأل فيقول ما الفرق بين الإنباتة والإخراجة لو رجعنا آيات القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يفارق ويخالف بين استعمال الألفاظ لالتفاتة دقيقة ربما تخفى على الناظر لأول مرة لكن المتمعن والمتفحص لآيات الكتاب الله يجد أن هناك التفاتة لطيفة في هذا في قول الله تعالى وَشَجْرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِسِنَا تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ تَخْرُجُ مِنْ طُورِسِنَا تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ لاحظ تخرج ثم قال تنبت إذن لابد أن هناك فرق بين اللفظتين وإلا لما استعملتها في آية واحدة وخولف بينها كذلك لما قال البنو إسرائيل لموسى قالوا لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض فجعل الإخراج لله والإنبات للأرض قال يخرج لنا مما تنبت الأرض إذن لابد أن يكون هناك كما قلنا فرق بين الإخراج والإنبات نعم نقول مستعينا أقول مستعينا بالله أن الإنبات غالبا يستعمل في القرآن لما هو معتاد لما ألفته العين وألفته ألفه طبع الإنسان من حيث أنه نعم الله الكثير إذا ألفت حتى ربما نسي الإنسان شكرها لأنها أصبحت مألوفة للإنسان فلاحظ لما قال وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن لما قال تخرج من طور سيناء عندما قال تخرج من طور سيناء إذن هذه حالة غريبة في الإخراج هو حالة غريبة والإنبات حالة طبيعية فلما قال تخرج من طور سيناء رغم أنه في طور سيناء أشجار كثر إذن لماذا خص هذه الشجرة والمقصود هو شجرة الزيتو قطعا لماذا خص هذه الشجرة قال لأن طور سيناء هو جبل حجارة كله صخور صماء عندما تخرج هذه الشجرة بالدهن وتعطي الدهن هذا يكون أمرا مستغربا خارج عن المألوف وخارج عن العادة عندما تكون الأرض قاسية صلبة من سخور وأحجار ثم تخرج هناك شجرة تعطي دهن وصبغ للآكلين إذن هذا فيه آية عظيمة وفيه إشارة عظيمة على أن الذي أذن بهذا الإخراج هو الله سبحانه وتعالى وثم جعل الإنبات ما هو سنة من سنة لله في الأرض ولذلك لاحظوا بني إسرائيل يعلمون هذا ولذلك لما سألوا موسى قالوا ماذا؟ قالوا اسألنا ربك ماذا؟ يخرج لنا مما تنبت الأرض الأرض تنبت ولكن من الذي يأذن بخروج النبات من الأرض؟ هو الله سبحانه وتعالى ولذلك لاحظوا في قول الله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة قال لنخرج به حبا ونباتا ما قال ليخرج به أي ليس النبت يخرج بالماء فقط لو لا إذن الله بالخروج وذلك قال لنخرج أي نحن الذين نأمر بالخروج ونأذن بالخروج كما قال وما تسقط مورقة إلا هو يعلمها هو الذي يأذن بخروج النبات وإن نزل الماء الكثير وقد لا يأذن وهذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام المسلم عندما قال ليس السنة ألا تنطروا يعني ليس الجذب الذي تظنون ألا تنطروا ولكن السنة الجذب الحقيقي أن تنطروا وتنطروا ولا تنبتوا الأرض شيء قد تفيض الأرض بالماء ولكن الله لا يأذن بالإنبات ولذلك لاحظوا عندما يعني تنزل الأمطار يكون هناك من العباد مؤمن وهناك من له شك في إيمانه المؤمن لا ينظر إلى الماء إنما ينظر إلى إذن الله بإخراج النبات والإنسان البسيط العادي ربما يستبشر بالخير ويستبشر بنزول الأمطار على أنه إذا نزلت الأمطار سيخرج النبات وهي ليست مضطردة قد تنزل الأمطار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وينزل تنزل المياه ولا يأذن الله بخروج النبات لذلك الالتفات الدقيقة أنه لما قال تخرج من طرسيناء ثم قال تنبت بالدهن أي أنه الخروج هو الإذن من الله في ذلك إذن ربما سأل يقول إذا كان الأمر هكذا فكيف نفهم والله أنبتكم من الأرض نباتة أنه خروج الإنسان خروج الإنسان إلى الحياة والتوالد والتناسل هذا أمر لا شك فيه ولا يشك فيه لا مؤمن ولا كافر لأنه هذا أمر مشاهد معلوم لكن المشرك بماذا يكون شكه بماذا يكون اعتراضه على الولادة أم على الإعادة لا يكون على الإعادة ولذلك ما اعتاده الإنسان من الأمر المعتاد يعبر عنه بالإنبات على اعتبار أنه النباتات موجودة في الأرض ولكن ما أنكره المشرك من الإعادة ذكر الله معه لفظة الإخراج قال ويخرجكم إخراجا على أن الإخراج ما كان إلا بالإذن وإن كان الإنبات بالإذن ولكن الإنبات قد أليفه الناس وعلموه أما الإخراج والإعادة هو هذه المشكلة التي بين المؤمن والكافر في قضية أنه الإعادة كيف تكون هل تكون بالأجساد كيف تكون هذه المشكلة ولذلك جاءت مع ما فيه إشكالية جاءت لفظة الإخراج وما فيه يعني ما فيه ألف للناظر جاءت معه الإنبات قال والله أنبتكم من الأرض نباتة وربما يعني هناك التفات أخرى أنه الإنبات هنا جاء على معنى ما استسهله الناس وما علموه كما قلنا قبل قليل أن الإنبات هو أمر يستسهل الناس ويعرفه ولذلك كما قال تعالى وهو أهون عليه الإعادة إعادة الإنسان وخلق الإنسان هو هي على الله سبحانه وتعالى وليس حقيقة على الله هناك هي وأهون فالله سبحانه وتعالى ليس عنده صعب وأصعب تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا ولكنه أهون عليه كما قال الإمام الطبري قال في عرف الناس أي أنتم تظنون أن الإعادة أصعب فالله قال وهي أهون عليه هي الإعادة هي أهون على الله سبحانه وتعالى قال والله أنبتكم من الأرض نباتة هناك من قال من أهل التفسير أنه الله أنبتكم من أرض نباتة أي أنه كنتم عن طريق أن الله أخرج النباتات في الأرض وهذه النباتات أكلها الإنسان وتكونت منها النطفة ثم جاء الإنسان وإن كان الأمر صحيح ولكنه بعيد في تفسير هذه الآية ولأن هذه الآية هي الكلام عن أصط الإنسان وعلى خلق الإنسان وعلى عادة الإنسان لأن الكلام مع نوح عليه السلام وعلى قوم نوح وهم يعني قربوا عهد بآدم عليه السلام ليس بينهم وبين آدم الزمن الكثير كما وبيننا وبين نوح مثلا عليه السلام قال والله أنبتكم من الأرض نباتة أخرجنا الله من الأرض كما قال في الآية بعدها ثم نعيدكم فيها ونخرجكم إخراجا جمعت هتين الآيتان جمعتا في قول الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها خلقناكم والله أنبتكم من الأرض نباتة وفيها نعيدكم في قوله ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا قال ثم نخرجكم منها تارة أخرى كما قال في سورة طه إذن هنا قال أهل العلم قالوا أن هذه الآية تدل على أن خلق الإنسان كان من تراب الأرض لم يكن من تراب من مكان آخر لأن الله قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم أي أنه مرجعكم إلى هذه الأرض ومنها نخرجكم تارة أخرى كذلك هنا قال والله أنبتكم من الأرض نباتة ثم يعيدكم فيها والإعادة هنا أي أنه الإعادة في الرجوع إلى الأرض بالموت فيها والإخراج هو في البعث من القبور نعم ثم قال تعالى ثم يعيدكم فيها وجاءت ثم لإفادة معنى التراخي لأن هناك زمن يعيشه الإنسان على هذه الأرض به يستحق التكليف ويستحق الثواب والعقاب ويعني يجري عليه القلم بعد بلوغه جاءت ثم هذه اللفظة البسيطة الصغيرة جاءت لإعطاء هذا المعنى الذي هو فيه معنى ماذا معنى الزمن الذي يعيشه الإنسان قال ثم يعيدكم فيها أي تعودون الأرض تموتون فيها تقبرون فيها ويخرجكم إخراجا ربما البعض سيقول ما الحكمة أنه لما كان الدفن والقبر في الأرض وإقبار الإنسان في الأرض هل سيكون الخروج مباشرة أم يحتاج مدة طويلة إلى أن تقوم الساعة يقول إلى أن تقوم الساعة فما بال القرآن قال ويخرجكم إخراجا ولم يقول كما قال في ثم يعيدكم لم يقل ثم يخرجكم إخراجا نعم قال الإمام الآلوسي في تفسيره قال لما كانت أحوال البرزخ وأحوال الآخرة كلها واحدة كلها واحدة ما جاءت فيها لفظة ثم لأنه إذا مات وكأنه يعني قامت قيامته كما ورد في الحديث الذي ضعفه الإمام الحافظ العراقي قال إن من مات فقد قامت قيامته وإن كان الحديث حقيقة استشهد به كثير من الصحابة في خطبهم كما هو مأثور ومنقول عنهم لكنه يعني من مات فقد قامت قيامته ولذلك ماذا قال؟ قال ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا أي أنه يخرجكم لأنه من مات فكأنه قد أخرج للحساب من مات فقد قامت قيامته وربما سائل يسأل يقول إن كان الأمر هكذا فكيف تفهم ما جاء في سورة عبسة في قول الله تعالى ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره إذن هناك في سورة عبسة جاءت ماذا؟ الإنشار والبعث والإخراج جاء بلفظ الثم بينما هنا جاءت بلفظة ماذا؟ ويخرجكم فيها نعم نقول هناك السياق اختلف عن السياق في هذه السورة في سورة عبس هناك الكلام على قدرة الله وإذن الله في إخراج الناس أي ليس هناك مجبر على الله أو يجبر الله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرا على إخراج الناس في وقت مضعيا وإنما ذاك علمه عند ربي في كتاب لا يظل ربي ولا ينسى أنه إذا شاء متى ما شاء يخرجكم لذلك هذا في إشارة إلى أنه لا أحد يعلم متى الإخراج فكان هناك الكلام عن جزئية الساعة والإخراج والبعث وهنا على إمكانية الإعادة والإخراج فلما كان هناك الكلام عن الإمكانية الإعادة والإخراج قال ويخرجكم إخراجه و لما كان هناك الكلام عن الساعة ومتى ستكون الساعة والإذن فيها وغير ذلك من ما يدور حول موضوع الساعة قال ثم إذا شاء أنشره أي أنه الإذن بالإنشار والإذن بنفخ الصور والبوق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وقد ورد أن صاحب الصور قد ألقى التقم الصور ووضعه على ثبه وحنى ظهره ورفع جبينه ينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى أن ينفخ في الصور قال هناك قال ثم إذا شاء أنشره وهنا قال ويخرجكم إخراجه وهنا لاحظوا جاء ويخرجكم إخراجه لم يقلوا يخرجكم خروجه كما قال أنبتكم نباته إنما قالوا يخرجكم إخراجه وأكد الفعل بمصدري أراد الحقيقة يعني كما قال الإمام الفراء قال والعرب إذا أكدت الفعل بالمصدر أرادت الحقيقة لم تريد به معنا آخر لم تريد به معنا بعيدا هناك قال والله أنبتكم من أرض نباته وقلنا هناك نباتا على اعتبار أنه نبات أنبتكم الله بخلقة عجيبة غريبة فليس لها مثال كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وهنا قال ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا أي ألا أن الخروج حتمي قطعي لا شك فيه ولا مناصع عنه ولذلك قال ابن عشور في التحرير والتنوير قال ويخرجكم إخراجا على أنه الخروج لا مريت فيه ولا شك وليس هناك حال من أحوال الآخرة إلا ويصدق الحال الآخر فلما كان هناك حال الإقبار وحال الموت إذا صدقنا بحال الإعادة لأن أحوال الآخرة كلها يعني مترابطة واحدة بالأخرى قال ويخرجكم إخراجا ثم ما زال القرآن وما زال نوح عليه السلام يعيد على قومه النعم التي أنعم الله بها عليهم تذكيرا لهم بنعمة الله عليهم وتذكيرا لهم بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى قال والله جعل لكم الأرض بساطة الله جعل لكم الأرض بساطة أي الأرض لم تكن لتكون بساطة لولا جعلوا الله لها إذن البعض يظن أنه كثير من الأمور في الأرض أنها هي هكذا كانت يعني حتى على سمثال كما سنذكر في موضوع الطرق بعد قليل كما قال ليسلكوا منها سبلا في جاجة البعض يقول حتى الطرق يعني أمور طبيعية الإنسان يشق الطريق وكذا نقول لا حتى الطريق لو لا إذن الله للأرض هذه أن تنصع لك في شق الطريق لما شق الطريق يجب أن يعلم العبد أنه لا يدور شيء في الكون ولا يمكن أن يجري شيء في الكون إلا بإذن الله لا تسقط ورقة إلا هو يعلمها بل أقل من ذلك حتى الدمع من عينك لا تنزل إلا أن يأذن الله يعني وأنه هو أضحك وأبكى لا يمكن أن أحد يبكيك أحد يضحكك لولا أن الله سبحانه وتعالى يأذن بذلك لكن العبد حقيقة والناس يعني يتفاوتون في فهم هذه الدقائق وفهم هذه المسائل ولذلك يختلف الإيمان وتفاوت درجات الإيمان نتيجة لتفاوت فهم الناس لهذه الدقائق قال والله جعل لكم الأرض أي الأرض لم تكن لأن تكون بهذه الحالة لولا جعل الله لها ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أن الأرض جعلها أو وصفها في أكثر من ستة عشر حالة ذكرناها في سورة الحق سابقا لكن لا ضير من إعادة بعض الإشارات التي وصف الله سبحانه وتعالى بها الأرض هنا ذكر أن الأرض بساطة وذكر أن الأرض طحاها والأرض بعد ذلك والأرض وما طحاها ودحاها قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء ومرعاها والاهتزاز والربو قال اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج والكفات قال لم نجعل الأرض كفاتة والله سبحانه وتعالى جعل الأرض مهدى وجعل الله سبحانه وتعالى الأرض بساطة كما قال والله جعل لكم الأرض بساطة وجاءت يعني أوصاف كثيرة أكثر من ستة عشر وصف في وصف الأرض جعل لكم الأرض ذلولا يوم تشققوا الأرض وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة آيات كثيرة كلها جاءت في وصف الأرض أي أنه يجب أن يعلم العبد أن الأرض لم تكن لتكون على هذه الحالة لو لا جعل الله ولذلك ماذا قال؟ قال جعل لكم أي أنها لأجلكم ولأنها لخدمتكم كما قال تعالى في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي جميع ما في الأرض هو من خلق الله لهذا الإنسان وذلك من الله سبحانه وتعالى على الإنسان وعلى قوم نوح خاصة لأنهم في الخطاب المباشر مع نوح قال والله جعل لكم الأرض بساطة والبساط هو كل ما يفرش ليمشى عليه أو ينام عليه أو يفتجع عليه فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض كالبساط وهذا تشبيه بليغ أي جعلها بساطة كالبساط الذي يعني يستطيع الإنسان أن يمشي عليه ويعني يسير عليه وذلك الله سبحانه وتعالى لم يجعل الأرض يعني كالحديد تكون حارة لو جعل الأرض حديدا مثلا لتكون حارة جدا في الصيف وباردة جدا في الشتاء وتقص على أرجل الماشين ولصعبة الحياة عليها وصعبة شقها وصعبة حرثها وزرعها لذلك الله سبحانه وتعالى جعلها متنوعة كما قالوا الذي جعلكم الأرض ذلولا ذلل الله لنا الأرض بتذيل الله لا بقوة الإنسان جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فجعلها قابلة للزرع وللإقبار وللحفر وللبناء ولغير ذلك فهذا كله من جعل الله سبحانه وتعالى فالبساط يكون على هذا المعنى وهذه الإشارة أيضا الأرض بساطة كما ذكر الآلوسي قال هذا لا تنافي كروية الأرض لأنه الجسم الكبير أو الكرة الكبيرة إذا نظرت إليها لا وجدتها كأنها مبسوطة لسعتها ولذلك من منة الله على الناس أنه جعل الأرض بساطة كيف تمشي على البساط وتتنعم به لا يتؤذي قدمك كما ذكر ذلك أهل التفسير كذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض وخالف في أجزائها تجد هناك التراب وهناك الرمل وهناك الصخر وهناك الثلج وهناك الماء وغاير في أحوالها لعلمه وحكمته أن الإنسان حقيقة يصعب عليه أن يعيش على مستوى واحد وذلك غاير فيها وجدد فيها وجدد فصولها وجدد أحوالها ومناخها وكل ذلك لمنفعة الإنسان تبارك الله رب العالمين على خلقه هذا قالوا الله جعلكم الأرض بساطة هذا الجعل من الله من ضمن الجعل الذي جعله الله في الأرض بساطة قال لتسلكوا منها سبلا فجاجة لتسلكوا منها سبلا فجاجة لاحظوا قال لتسلكوا منها والسلوك السلوك هو النفاذ في الشيء سلك في الطريق أي نفذ في الطريق وسار فيه و لاحظوا الله سبحانه وتعالى لما ذكر عن نزول الماء و كيف جمع الله سبحانه وتعالى هذا الماء و جعله ينابيع في الأرض قال و أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض لحظ كلمة فسلكه ينابيع كيف أنه حبات الماء التي تنزل من السماء كحبات الخرس كيف تسلك الحبة في خيط واحد فتجمع هذه الحبات فالله سبحانه وتعالى كأنه الينابيع و ما قدر الله أن يكون من مياه الينابيع كأنه في قلادة واحدة تنزل هذه الحبات متراتبة متتابعة يتبع بعضها بعضها حتى تكون في قلادة فتكون تحت الأرض لأن الله قد أذن أن تسلك ينابيع في الأرض قال و الأرض التي جعلها الله لكم بساطة قال لتسلكوا منها سبلا فجاجة يتسلكوا منها و السبل هو مفرده سبيل وهو معروف من منظومة الطريق كما ذكرنا منظومة الطريق سابق قلنا الطريق و السبيل و الشرعة و المنهاج و الفج و هذه كلها من منظومة و الصراط و هذه كلها من منظومة الطريق لكن هنا اللفظة جاءت بلفظة سبل لأن السبيل غالبا يطلق باعتبار كثرة المار و كثرة السالكين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله و الذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا و سمي المسافر ابن السبيل لمرافقته للطريق إذن السبيل يأتي مع إشارة دقيقة وهي قضية كثرة المارين و كثرة السالكين فلما كان الكلام عن الطرق و لا شك الطرق تحتاج إلى المارين و السالكين فيها فجاءت لفظة السبيل لهذا المعنى نعم قال لتسلك منها سبلا في جاجة و الفج قيل فيه معنيان قيل أنه المعنى أنه الفج هو الطريق الواسع الطريق الواسع الواضح و لازمه الوضوح و قيل الفج هو الطريق بين جبلين و لاحظ أنه يعني إلى الآن نستعمل هذه الكلمة في قضية أنه فلان مفجوج أي فج و كأنه قد شق رأسه و أصبح هناك طريق بين عظمين و لذلك يعني ذكر أهل اللغة قد ذكر ابن جني في لطائف تراكيب الحروف فقال أنه الفاء و الجيم إن جاءتا في أول الكلمة و آخر الكلمة و إن كان بينهما حرف آخر يعني حرف توسط حرف مثل فراجة و فلاجة و فجاجة كلها تدل على الشق و السعة و البعد فكلها على هذا المعنى فقال هنا فجاجة على أنه طرقا واضحة ظاهرة نعم لو نرجع إلى الآية فنجد أنه هنا ماذا قال تعالى قال لتسلكوا منها سبلا في جاجة بينما في آيات ثلاثة أو في آيتين في القرآن في سورة طاها و في سورة الزمر على ما أذكر في قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا و سلك لكم فيها سبلا لكن لاحظ هنا ماذا قال منها سبلا و هناك ماذا قال فيها سبلا إذن عندنا سؤالان السؤال الأول أنه ما الحكمة أنه جاءت في هذه السورة لتسلكوا منها سبلا في جاجة و جاءت في سور أخرى لتسلكوا يعني قال لتسلكوا فيها سبلا جاءت فيها سبلا و في سورة الأنبياء هنا في سورة نوح قال سبلا في جاجة و في سورة الأنبياء قال فجاجا سبلا لعلكم تهتدون هذان السؤالان ربما نجيب عنهما إن شاء الله في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين نستودعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة